انتشار هاشتاغ حكومة الجوع والفواحش على مواقع التواصل الاجتماعي للسنكار غلاء الأسعار وخطة الوزير وهبي لحماية نشر الفواحش تحت هذا العنوان نشر موقعه بريس مادة جاء فيها أطلق مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واسما تحت عنوان حكومة الجوع والفواحش للسنكار عجز الحكومة المغربية عن مواجة غلاء الأسعار الذي اكتوا به المغاربة في حين خرج الوزير وهبي بتصريحات مستفزة عن توجه وزارته نحو إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المحرمة والإفطار العلني في رمضان الدعية خالد مبروك كتب تحت هذا الوسم الشعب أهلكته الأسعار الملتهبة للمواد الغدائية الأساسية والحكومة وبعض الأحزاب السياسية يناقشون المواضع التالية أولا رفع تجريم الزنا والدفاع عن الفاحشة الرضائية ثانيا تغيير أحكام الإرت التي رضي الله لعبادي من فوق سبع سماوات ثالثا حرية الجسد الدفاع عن اللواط والسحاقية رابعا الدعوة إلى الإفطار العلني في نهار رمضان هذا الذي يشغل القوم وهؤلاء هم الذين صوت عليهم المواطن المقهور فنشر مستغربا المجتمع المغربي إنه تحت وطأة الغلاء والفقر والحكومة أكبر همها رفع التجريم عن الزنا والفواحش وتغيير المدونة وأحكام الإرت حكومة جاءت بخراب الدين والدنيا الشيخ الحسن الكتاني تفعل هو الآخر فجاء في منشور الله حكومة بدل أن تخدم الشعب قررت هدم الشرع ومناقضة العرف وتدمير الخلق مضيفا في منشور آخر هذه الحكومة جمعت علينا الفقر وإشاعة الفاحشة فلم تكن مأمونة لا على الدنيان ولا على آخرتنا الصحفي إبراهيم بيدون كتب هو الآخر في وقت الغلاء هيمن على جميع المجالات والمواد الأساسية عندنا وحد الوزير مكلف زعم بالعدل شغل الشاغل هذه الأيام والدفع باتجاه تحرير العلاقات الجنسية آه كما راكم تسمعوا الناس مدابزة مع الخضراء والمعيشة وهذا الوزير يريد إباحة الزنا والسماح لوكال رمضان بالظهور للعالم في الفضاء العام هذا الشي باش نعرف حقيقة العدل عند هذا القوم العدل في إباحة المحرمات وفتح المجال لانتشار الفواحش مع المنع وكانت أرقام أبناء الزنا في ارتفاع مهويل مع حالة الإجاد اليومي أما معهد وهبي غمض عينك الحاصول هؤلاء يمثلون هواننا وعجزنا وقبح وجوهنا اللهم ارفع عننا البلاء والوباء والغباء وكل مسؤول لا يوقر شرع رب الأرض والسماء زهير متيم نشر تحت الوسم متسائلا الملك يقول لن يحل ما حرم الله والوزير وهبي يقول سيحل ما حرم الله من نصدق؟ ومن بين المنشورات المتفاعلة ضمن حملة وسم حكومة الجوع والفواحش اسمت الزينة مشي العلاقة الرضائية وهو من كبائر الذنوب حسبنا الله ونعم الوكيل أما ياسين دهن الملقب بملفقية فجاء في منشوره بين وزير عدل المملكة المغربية ودستور المملكة المغربية الفصل الأول الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح الفصل الثالث الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤون الدينية هل الوزير فوق الدستور؟ عبد الرحمن العروش الناشط المقيم في النمسا تفاعله والآخر بقوله في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من غلاء الأسعار وسوء التعليم وانعدم سبطارات الحكومة تجتهد فقط في نشر الفاحشة